ما تزال بالفعل الجلسة منعقدة وما تزال التسريبات تخرج رغم أن الأخبار ليست سارة كما كنا نعتقد في بداية أو قبل ساعتين الآن هناك تشدد يبدو من قبل الجانب الأمريكي بأنه لا يستطيع تقنيا أو قانونيا أن يفرض على شركاته أن تخفض الإنتاج بنسبة معينة بعكس ما يحدث في دول مثل السعودية أو روسيا ودول أخرى في داخل أوبيك وخارجها المشكلة أن لا تستطيع حتى دول في أوبيك مثلا أن تضمن أن يكون هناك تحمل للعبئ من جانبها من دون أن يكون هناك مشاركة أمريكية تتوافق مع الخفض لأن أي عملية خفض من جانب واحد تعني أنك كأوبك تتحمل العبئ وتترك المنتجين من خارجها يجنون الأرباح ولكن الولايات المتحدة تقول أن الإنتاج قد تم تخفيضه فعلا بنسبة 600 ألف برميل في اليوم نتيجة لهبوط الأسعار هل هذا كافي؟ لا هذا ليس بالكافي وهذا ما ترفضه روسيا وعلنت عن ذلك صراحة قالت بأننا إذا كنا سنلتزم بنسبة معينة قد تصل إلى من مليون وستمائة ألف إلى مليونين برميل فعلى الجانب الأمريكي أن يحدد أيضا نسبة محددة وهذا ما رفضه الرئيس الأمريكي وقال بأنه لا يمكن أن نفرض بحسب قانون الاحتكار داخل الواتف المتحدة الأمريكية لا يمكن أن يفرض على شركاته هذا الأمر وبالتالي الآن المعضلة هنا تكمن وبالتالي رأينا ارتراجع في الأسعار ولا سمح الله إذا لم يتم الاتفاق في هذه الليلة قد يتم تمديد التفاوض ليوم غد ولكن سوف يكون لهذا انعكاسات سربية كبيرة على أسعار النفط قون المستثمرين سوف يستنتجون أنه لا يمكن لمنتجين من خارج أوبك يعني نقصد أوبك بلاس بلاس يعني خارج روسيا والدول الأخرى كالولايات التحدة الأمريكية أن ينضموا إلى الاتفاق وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن خفض يرفع الأسعار إلى مستويات التي يرغب بها المنتجون نعم